أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن أفريقيا تمتلك قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة لفتاً إلى ضرورة تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الأفريقي لتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية نسمحوا لي أننا في البداية رحب بكم جميعاً السادة الرؤساء الدول والحكومات أهلاً وسهلاً ملاوي وزنبابوي وكل المشاركين في المؤتمر وسمحوا لي أننا أرحب أيضاً بكل الشركات التي شاركت معنا في معرض التجارة والحقيقة كما سمعنا خلال الأحاديث التي تمت اليوم قدئي مهم جداً تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية نتكلم على سوء فيه أكثر من 1.3 من 10 أو 1.4 من 10 مليون إنسان أو مستهلك نتكلم على قدرات اقتصادية هائلة نتكلم على موارد طبيعية ضخمة جداً سواء في كل المجالات لو اتكلمنا في الزراعة لو اتكلمنا في التعدين كل المجالات الموجودة لا ينقصنا إلا أنه يتم تنسيقه والتعاون الإيجابي بيننا جميعاً وطبعاً بدعم الشركات اللي ممكن تقوم بهذا الموضوع